سلام عليكم واهلا بكم من جديد. ارد ان شاء الله معنا اعطى جديد في لكتوب من شركة ديل. العيلة بتاعتها والفاعة بتاعته لا تكون اي خمسة ربعمائة خمسين. لاب ده اه ممكن يجينا بمعالجات الجيل الرابع او الخامس. وهنا حبيب بس ارد على بعض التعليقات اللي بجينا على القناة ان احنا اه ما بنهتمش غير بآه اللابات النوعيات العديمة ونهتمش بس غير آه باللابات العديمة. وبنحاول ان احنا نبعد عن اللابات الحديثة وطبعا الكلام ده مش صحيح على الاطلاق. حبيب بس اعرف حضراتكم ان انا اه وقت كتير جدا اه قبل ما ابتدي حتى ان انا اشتغل في اللاب بشيك او افحص اللاب بعيدا عن الكاميرا. ولو لقيت ان العوض بتاعنا بيستحق التوصيق ببتدي ان انا اعمل فيديو بيه الكلام ده. وطبعا الكلام ده كله بيكون طبقا لآه الوقت المتاح. والغرض في النهاية من الاعطال العملي آآ ان انا اريد طريقة الصيانة اللي انا شغال بها او حابب ان انا شارك ما حطرتكم طريقة الصيانة اللي انا شغال بها واللي على قد ما بقدر بحاول ان هي تكون طريقة آآ موثقة علميا بعيدا عن الصدفة والعشوائية واعتقد ان احنا قلنا الكلام ده اكتر من مرة. فما يهمناش هل اللاب مسلا حديث او قديم. على الرغم ان احنا برضو بنستعرض اللابات الحديثة برضو بنشتغل فيها هنا على القناة ما عندناش اي مشكلة مع الكلام ده. ولكن انا اللي يهمني الفكرة العامة من طريقة الصيانة تمام. الحاجة التانية اللي انا حابب بتكلم فيها قبل نبتدي آآ الفيديو بتاعنا. موضوع التواصل بالنسبة لمتابعة العطال. طبعا احنا اكتر من مرة فيه الكلام ده ومش حابب ان انا اكرر الكلام ولكن يا جماعة الله يبارك لكم يعني بداش التواصل بخصوص ملفات البايوز ملفات الاسكماتيك ملفات البورد فيو. وكمان بداش التواصل بخصوص متابعة العطال. لان صراحة انا ما عنديش الوقت الكافي ان انا اتابع مع اي حد العطال. والوقت ده لو موجود بحاول ان انا يكون وقت مفيد للجميع بآآ عمل الفيديوهات على بنات اليوتيوب. تمام? طيب خلونا كده ندخل في الوقت اللي بتاعنا مباشرة. الوقت اللي بتاعنا اللي موجود معنا النهاردة. لو جينا هنا للقائمة بتاعتنا ونزلنا لقائمة الباتاري انفورميشن. هنلاقي ان انا عندي آآ البطارية عندي هنا بتاعتي اكسلونت وهو هنا معناها ان هو اير البطارية. طبعا الكلام ده مباشرة مباشرة هيخدنا لخط الاي دي اللي هيكون غالبا بنسبة كبيرة جدا فيه مشكلة طبعا تم تجربة اكتر من شاحة موصوب. وما زالت آآ نفس القائمة عندي او نفس الكلمة عندي بالنسبة لي. كلام ده معناه ان انا في مشكلة عندي في المازر بورد. طبعا انا ما عرفش لسه بمشكلة هنبتدين احنا نفكر لها بان شاء الله بازن الله متعرف على المشكلة مع بعض ونحاول ان احنا نحن لها. كمان برضو آآ بتخصة بالباتاري ساعات بيجيب لي هنا ان بتاعت الباتاري بتاعتي اكسلونت بمعن البطارية بتاعتها فاش اي مشاكل. وهي اوقات تانية برضو بيجيب لي ان برضو البطارية او مش هو اللاب بتاعي مش قاري البطارية. فاذا احنا هنشتغل على المشكلة الاولى واللي هي غالبا آآ هتكون برضو ممكن هي نفس المشكلة دي اللي بتسبب لي المشكلة التانية. اللي هي بتسبب لي ان البطارية ما يحصل اوش بالنسبة للاب بتاعي. وهنشتغل على المشكلة الاولى اللي هي. نحن نفكر المازر بورد بعيدا عن الكاميرا. ونرجع نشخ فاصل عطل بتاعنا مرة تانية مع بعض التمنى. طيب دلوقتي بعد ما شفنا التشريح الخاص بالمازر بورد بتاعتنا خلونا كده نعمل تحت المكريسكوب. ولو عملنا نلاقي هنا في عندي هنا اثار فلاكس. زي ما احنا شايفين دي اثار فلاكس موجودة معايا. واعتقد ان اللاب ده مشفون بايوز قبل كده. ده ما احنا شايفين في شريحة من الشريحتين ما شفونا بايوز قبل كده. ولكن طبعا مش دي المشكلة بتاعتنا في الوقت الحالي. لان الجهاز بتاعنا انها شايفية البورد بتاعتها بدون اي مشاكل. خلونا كده نشوف منطقة اي سي دي. اللي هو موجود معايا هنا البيو تمنمية. لان برضو ده ممكن يسبب لي نفس المشكلة اللي هو اي سي دي تلاتة وتلاتين زيرو واحد في الرقم بتاعه. يعني ما فيش اي حاجة على الاي سي. الاي سي ده ما اتغيرش قبل كده فيش اي اصال لحمات للاي سي ده. وبرضو بعيدا عن الكاميرا انا شفت معظم الاجزاء الخاصة ما فيش اي مشكلة غير مشكلة واحدة ظهرها معايا خلونا نشوفها كده. ده طبعا سوكت الشح اللي هو البي جي بي دي سي وان ولو نزلنا كده شوية تحت سوكت الشح هنلاقي انا عندي هنا في حرق واضح. اللي في مشكلة عندي اللي هو البي دي فايف تمام? كمان عندي هنا العنصر اللي فوق البي دي فايف برضو هيحتاج بنسبة جبيرة جدا انه هو يضغيقها. عشان نعرف البي دي فايف آآ ده ايه? وده خاص بيه وموجود في دايرة ايه? لازم نفتح بتاعنا تمام? دلوقتي نبتدي نفتح بتاعنا ونشوف وظيفة البي دي آآ فايف. طيب ده بتاعنا وده عندي البي دي فايف. وطبعا هو واضح جدا ان هو ازي نرى بالحماية. وطبعا هو موجود معي زي ما احنا شافين كده على خط الاي دي. وده طبعا اللي مسبب لي المشكلة اللي هي الشاحن ما بيرداش يتعرف معي. تمام? طيب لو فتحنا عشان نشوف العنصر اللي كان الفوق البي دي فايف. وطبعا ده متأثر بسبب حرق البي دي فايف. لان العنصر بتاعنا هو البي ال س ري. البي ال س ري هنلاقيه موجود معي على نفس الخط اللي هو العنصر ده او الكل ده. وده طبعا موجود معي على نفس الخط. وبعد الوقت في الوقت الحالي هنبتدي ان احنا نغير البي ال س ري. كمان هنغير البي دي فايف وان شاء الله بازن اللي بنسبة كبيرة جدا هتكون المشكلة بتاعتنا انتهى تمام? اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونعرفه من خلال حركة الداتا بالاستسكوب وطبعا هنختار اقرب مكان لسوكت الشحن اللي هو شرطا على بنت سوكت الشحن تمام? ابتدي الوقت اشغل الشحن بتاع ونشوف هل في حركة بيانات عندي ولا لأ تمام? ارتفعت عندي اللي هي تلاتة وهي تلاتة من عشرة فولت وفي عندي حركة بيانات ولكن خلونا بس نكبر الاشارة بتاعتي نخليها على واحد فولت زي ما هي وزي ما احنا شايفين كده في حزمة من البيانات عندي والكلام ده معناه بنسبة كبيرة جدا سلامة اقتارة بتاعتها هنبتدي دلوقتي نقفل اه الشاسيه بتاعنا او المازر بورد بتاعتنا فيه الشاسيه ونجرب نشوف هل المازر بورد عمل للشحن بتاعي ولا لأ تمام? طيب دلوقتي بعد ما عفلنا المازر بورد بتاعتنا فيه الشاسيه بتاعنا ويركبنا الشاشة خلونا كده نشغل طبعا المرة الاولى ممكن جاهز زي ما احنا عارفين ادلي راستر اكتر من مرة وهيطول عندما يفتح دات على الشاشة انه طبعا انا مش مركب بطارية هو فعلا فصل دلوقتي بور واشتغل معايا مرة تانية هننتظر بس وجود او ظهور الداتا على الشاشة والداتا ظهرت على الشاشة نضغط اف اتنين بس من الكيبورد اليوزبي عشان ندخل على استطاب جاهز جايب دلوقتي الشاشة صودة وهو ظهرت معايا دلوقتي السيتاب خلونا نروح واللي يهمنا في الوقت الحالي والحمد لله الشاحن اشتغل معايا تمام? طيب هنقفل بقى الجهاز بتاعنا التأفيل النهائي طبعا ما فيه شغل تاني في الجهاز هنعمله بعيدا عن الكاميرا ولكن هنقفل الجهاز بتاعنا دلوقتي التأفيل النهائي عشان نتأكد من سلامة البطارية وان البطارية بتشحن معايا بصورة سليمة ولكن خلونا كده نوريكو جزء من الشغل اللي هنعمله بعيدا عن الكاميرا بس نفس الجهاز الاول وزي ما احنا ملاحظين كده انا فيه كسر عندي في الشاسية في المنطقة دي والاسلاك نفسها او الاطراف بتاعة انتنت الواي فاي زي ما احنا شايفين كده مقفوعة بشكل كامل. الكلام ده معناها ان شرط الواي فاي هتكون ضعيفة جدا او مش موجودة نهائيا. وطبعا بالنسبة لمستخدمين الليكتوب لازم اه جزء اساسي من اه سلامة الجهاز ان الواي فاي بتاعنا يشتغل بصورة سليمة عشان اليوزر بتاعي يقدر يستخدم الجهاز بشكل اه سليم تمام? طبعا الكلام ده كله اكيد هنعمله بعيدا عن الكاميرا. ونرجع نجرب مع بعض التجربة النهائية عشان نتأكد من اه ان البطارية بتاعتي بتشحن بشكل سليم تمام? طيب دلوقتي بعد ما اقفلنا الجهاز بتاعنا خلونا كده نفتح الايضا سيكستي فور. انا سطبت مسبقا بس عشان ما ناخدش وقت. ونشوف بقنات البطارية. اولا زي ما احنا شايفين كده فلنا بس نقرب شوية ان نسبة شحن البطارية او البطارية دلوقتي بالنسبة لي عملية الشحن. آآ عندي كمان هنا آآ او معدل نسبة الفقد بتاعة البطارية اتنين وعشرين في المية وانا صراحة بالنسبة لي انا اتنين وعشرين في المية دي آآ يعني نسبة كافية جدا بالنسبة لي عشان اغيرها عندها البطارية. ايه ناس بتشتغل بالنسبة اعلى من كده والبطارات بتشتغل ولكن انا اتنين وعشرين في المية دي بالنسبة لي ايه ما غير معبولة فالمفترض ان انا اغير البطارية. طبعا الكلام ده كله انا هسأل فيه. ولكن اتنين وعشرين في المية دي برضو المفروض ان هي اتشغال الجهاز. تمام? آآ طيب او اللي موجود داخل بطارية اربعة وتلاتة من عشر ودي ايه ما قليلة جدا جدا. آآ كمان عندي هنا معدل شحن البطارية سبعة ميلي واط ودي ايه ما بالنسبة لي تعتبر ايه ما ضعيفة جدا جدا. وكمان لو لاحظنا ان عملية الشحن بتشتغل وتفصل. يعني هنا موجود دلوقتي في الوقت الحالي سبعة ميلي واط وبعد كده زي ما احنا شايفين ممكن كمان شوية نبصل اختفت. زي ما احنا شايفين دلوقتي اختفت. الكلام ده معناه ان عملية شحن البطارية بتشتغل وتفصل. ده برضو آآ لي مؤشر او دلالة على ان البطارية نفسها هي اللي ممكن تكون فيها مشكلة. وده بصراحة الحل الاقرب بالنسبة لي. صراحة في الوقت الحالي انا ما عنديش نفس نوع البطارية عشان اجرب بها ولكن طبعا انا هسأل العميل آآ ان هو هيحتاج تغيير بطارية لو وافق ممكن نجيب بطارية تانية ونجربها مع بعض ولا ما وافقش بكده تكون الصيانة بتاعتنا آآ لعن دلوقتي في الوقت الحالي آآ آآ وصلت لي نهيتها تمام. طيب احنا ليه طيب عملنا الكلام ده كله طالما انا البطارية عندي آآ آآ فيها مشكلة يعني احنا دلوقتي صلحنا الجزئية الخاصة بعملية الايدي اللي هي بالنسبة لي هتفدني فيها عملية شحن البطارية. طيب ليه احنا صلحنا العقل اساسا آآ وفي الوقت الحالي البطارية نفسها ممكن يكون فيها مشكلة اوه بالتالي آآ هنحتاج ان احنا نستبدالها. الكلام ده كله ببساطة عشان خاطر آآ بتاع الجهاز. خلونا كده على سبيل المثال نجيب مدير المهام عندي هنا. وهنجيب آآ بتاع الجهاز نفسه. زي ما احنا شايفين ادي وحدة المعالجة المركزية. السرعة بتاعتي هنا آآ متغيرة آآ طبعا آآ التردد بتاع المعالج نفسه هو اتنين تسعة وعشرين من مية ده التردد الاساسي بيوصل مع الهوست الناسبة اعلى من كده اكيد. ولكن انا بالنسبة لي آآ لو خط الايدي بتاعي مش شغال هنا الرقم ده مش هيكون نفس الرقم اللي قدامنا ده نهائينا ولكن تقريبا بيوصل خمسة وتمانين من مية من جيجاهرتز. وما بيعليش عن الرقم ده الكلام ده لو آآ الوطل بتاعي احنا شواء. وبالتالي بتاعي الجهاز بتاعي هيكون الاداء بتاعه سيء جدا جدا على الرغم من آآ سلامة الشاحن آآ بتاعي. عشان كده احنا ده الوطل الاساسي او احنا اشتغلنا اساسا عشان بتاع الجهاز. ولكن طبعا يبقى موضوع البطارية وده طبعا بنرجع فيه للعميل بتاعنا. لو احتاج نوعا نغير بطارية اكيد بنعمل الكلام ده. ولو مش اغيرش البطارية او آآ رفض تكلفة تغيير البطارية. يبقى احنا كده في الوقت الحالي وصلنا لنهاية فيديو النهاردة وياريت ما ننساش اهلنا في غزة من الدعاء.